قدمت صباح اليوم بمكتبها وزيرة المرأة والطفولة والتضامة الوطنية بيانا حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي احتفل به يوم غدين الخامس عشر من أكتوبر بمدينة أبو قدام بإقليم ودهي إن اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يحتفل به سنويا في تاريخ الخامس عشر من أكتوبر تكريما وإجلالا للنساء اللا هيشن في الوسط الريفي وأن هذا اليوم تم إخراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتهدة لموجب خرار رقم 62 الصادر بتاريخ الثامن عشر من ديسامبر لعام 2007 وهو يؤتيه الفرصة لمنعخشة مشاكل التي تواجهه المرأة الريفية من أجل الاهتمام بتعزيز وترقية المرأة الكادية بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة فقد أصدرت الهكومة مرسوما في الثالث أشهر من أكتوبر لعام 1999 بتخصيص يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل آم للاحتفاب اليوم العالمي للمرأة الريفية وبحسب معتياد الإحسائيات فإن المرأة تشكل نسبة 50.7% من جملة السكان وعن 80% على المستوى الريفي وأن اليوم العالمي للمرأة الريفية يعتبر ثانية لتكثيف الحملات الطوعبية لتغيير سوليكيات وتعزيز رفاهية ومكانة المرأة الريفية هذا وقد تم اختيار الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للمرأة الريفية لهذا العام بمدينة أبو قدامة بإخليم والدي عقدت صباح اليوم جمعية ناشري الصحف الخاصة في شاد جمعية عمومية من أجل اختيار متب تنفيذي جديد رأس المناسبة رئيس المجلس العالمي للإعلام دي دوني جنوباي وذلك بحضور عدد من الصحفيين وعضاء في الجمعية تقرير زميل محمد صالح حسين بصوت قراءة زميل سعيد أحمد حسن جمعية ناشرية الصحف الخاصة في شاد عقدت جمعية عمومية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد حيث جاءت هذه الجمعية العمومية تحت شعار متابعة وسائل الإعلام في شاد ووضع الاستراتيجية لخروجها من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الصحف والمجلات الدورية رئيس الجمعية السابق ميكايل دي دام تحدث عن الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال المدة التي قضاها على رأس الجمعية ومن ضمنها إصدار قوانين جديدة من أجل ضمان حرية الصحافة بالتنسيق مع سلطات العليا وتنظيم دورات تدريبية لعدد من الصحف الشادية أما من جانب الرئيس الجديد ساموري إنجرا دومباي شكر جميع الأعضاء لإعطائه الثقة وتنصيبه كرئيس لهذه الجمعية وقال أيضا أنه سيبذل ما بيسعه من جهد للوصول إلى الأهداف المرجوة وبعد تعيين المكتب التنفيذي الجديد تحدث رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديادو نيت جونباي قائلا أن الجمعية منذ تأسيسها إلى يومنا هذا قد تشرفت بتقديم العديد من الخدمات لصالح الصحف وطالب من جميع الصحف احترام أخلاقيات المهنة الصحفية وتطبيق النصوص الصحفية في جميع الصحف الشادية علما بأن هذه الجمعية أسزت منذ عام 1994 ميلادية نظم اليوم المعهد العالي للعلوم الإدارية فرع جامعة يوندي يوما مفتوحا حول أهمية التدريب المهني في توفير فرص العمل للشباب المناسبة كانت بحضور مديرة التدريب المهني بوزارة التدريب المهني ميمونة جسنباي تقرير عبدالله هاروم برمح المحد العالي للعلوم والإدارة فرع جامعة يوندي نظم يوما مفتوحا لتبادل الآراء والأفكار مع طلاب والشركة وذلك حول القضايا المتعلقة بشعون الطلاب بعد التخرج من المرحلة الجامعية وكيفية استقدام حوله وتوفير فرص العمالة بدلا من الاعتماد على الوظيفة العامة المناسبة بدعت بكلمة طرحبية من اللجنة المنظمة قدم حاصة برمحمد الذي شكر فيها الجميع على قبول حمد دعوة موشيرا إلى الإشكاليات التي تواجه الطلاب بعد عكمال المرحلة الجامعية معسسة المحد محدية عثمان قالت إن هذا اليوم يسمح للطلاب والدفعات المتخرجة لتحديد مصير حمد ومناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بوضع مشاريع الاستثمار مديرة التدريب المحني ميمونة جسنبي أي ممثلة وازير التدريب المحني والمحن الثغيرة سمن الجحود القائمين في المؤسسة وإن هذا المحد الجامعي صرح علمي استفاد منه في تكوين الأجيال وأكدت بأن الحكومة عاطت أولوية خاصة لتدريب الشباب من عجل الاعتماد على النفس عبر المشاريع الثغيرة التي تعد في غاية الأهمية ترأس صباح اليوم عمدة الدائرة سابع ميكايل جبرين لاختتام عمال الدورة التدريبية حول فنون تكنولوجيا الإعلام والاتصال لصالح العايدين من جمهورية إفريقيا الوسطى تفاصيل الخبر في تقرير الزميلة مريم الدرحيم أرضها بعد 45 يوما من عمر الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية فنية تكنولوجيا للإعلام والاتصال بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد تم تقديم منح وشهادات لصالح العائدين واللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى وذلك بحي قوي وبهذه المناسبة المنسق الإقليمي بالسفارة الأمريكية أشار إلى أن هذه الدورة قد أعطت مفهوما علميا في مجال الاتصال لهؤلاء المتدربين وهذه الشهادات تساعد في بداية مشوارهم الجديدة أما عمدة بلدية الدائرة السابعة بعد إعلانه ختام هذه الورشة بعد إعلانه ختام هذه الدورة شكر جميع المشاركين على الجهود التي بذلوها خلال فترة التدريب أهثكم على الاستفادة من كل الخبرات التي اكتسطتموها خلال الدورة إن الشهادات التي منهت لكم للتو تشكل جوازاً لكل واحد منكم لمواجهة الحياة بعزم فالتدريب الناجح هو وعد لمستقبل أفضل اعترافاً بالجميل فقد رفع المشاركون في الدورة برقيات شكر وعرفان للجهة المنظمة إلى جانب توصيات تم إعطاؤها إلى المنسق الإقليمي بالسفارة الأمريكية بالبلاد ترجمة نانسي قنقر